موسيقى الصباح لله يا جدعان الصباح الخير ماتعبرونا يا خال ده احنا ناس جدعان اوي غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بوم به مرة واحد تلعى المعاش معرفش ينزل حلوة بلاش طب انا واحد كان غلبان اوي وبعدين بقى غلبان اوي زيادة يعني بلاش دي بلاش لقيتك لقيتك حال بس في عمض عمضي جاه النمي خد ودي معالي حلوة ايه اهو كنت عبريني لحسن من الساعة دي انت ما كنت مخصماني واني ما بنامش اللي يوح اللي ايه با يا شعبان ولا بتهز قريب اهزارش انت عقف الراجل القريب الغالي اوي ده ما له ده اللي انا صرته به اه لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام ده طبو ده هيعمل لك ايه لا هيعمل ده كل حاجة بكيش دعو انت بس انا حسترف معاه ده بيحبني اوي ايه عارفة دليل انه بيحبني قال لي ايه ايه قال لي ازاي والدك ايه ايه شوف الراجل وحلوته لما يقول لي ازاي والدك تستنيني في البيت النهاردة حاجيلكم معاي حالي سلام يا حبة القلم مالبي بقبلي صباح الخير يا بلغة طريفي بيه ده شعبان ابن محمود جنان طريفي قال لي انت ست ولا ايه يا بيه تعمل ستكش خير خير ان شاء الله انا بس كنت يعني عايز حضلك كده بكلمتين بقول عايزين بقول يعني اصلا انا زي ما تقول كده يا بالبيت داخل على مشروع جواز مبروك الله يبارك فيك وكنت بقول يعني يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول ما تقول يا ابني وتخلصنا حاضر يا بيه تسمحي لا قعد يا بيه انا زي ما تقول كده عايز شاء شاء تكونش مفكرني يا سمصار لا يا بيه العافلة سمح الله انا بس بقول يعني ان احنا قرايب واني من لحمك برضو وانت كبرني واليادي العولي ايه خيره من اليادي السفلة ومن قدي مشيء بيا داهل تآه ايه يا ابني وصلوا بالشحاتة ده عايز ايه الشحات ليه يا بيه لا سمح الله انا بس كنت بقول يعني عايز من حضريتك الفين جنيه سلف ايه سلف ما تتجعزي ما تتجعزي يا بيه ماهم انا عايز الفين جنيه سلف وحردهم لحضريتك كل شهر اتنين جنيه حكتب لك بيهم كمبيالات برضو محدش ضمن الموت من الحية عارف يا بيه الشقة اللي انا حاخده تلت مطارح ربنا حيكتب لك في الجنة تلت مطارح بعفش اطنيتهم ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجوان يلا يا شعبان فرصة تاني فرصة ايه يا بحب جوان يا بلغة طريفي طلع الولد برا انا مش نارسك مش عايز وجع دماغ اخص عليك يا بلغة طريفي اخص هلغة طريق برا حاضر حاضر بس ايه بس زيادتك تعال هو انا عملت حاجة زعل لا ابدا بس تعال معايا يلا يا بلغة طريف طب خليهم تلت جنيه كل شعر يا بلغة طريف اطلع برا يلا طب برا فيه هتودي الفرصة كلاتها فيه خليهم على قلبك كده يلا برا طب يا بلغة طريف عليزنا بطل اهلا يا شعبان افندم انتو بعتولي ايه الحالة اللي عندكم حالة اه سيحتك يا فندم غلطت ده العيان فوق في الدور الفؤاني انا مش دكتور انا السباك مين يا زينب ده البيه السباك يا امه هو حضرتك سباك ايو يعني بتصلح حالفيات و μεوابير جاس ايو بطل لازم تبعتوني به درا شويه بطل خير ايي قلعق انه فيها حامل لا محتاجة قلب عندوكو قلب ولا تاخدو قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب طب من فضلك نشف الميعة علشان اعرف اشتار لا تطميني ما تتخضيش انا مش قلتلك تطمين يا هنم هو الحساب كان حضر جنيه كشف و جنيه تغيير القلب ايه بقى الحساب كله؟ اتبين جنيه؟ تلاتة جنيه علشان فيه جنيه رسمة لوح سلم دكتير يا حضرة من فضلك انا ما حبش حضي يفاصلني في شغلي ابدا طب وعشان خطريك عشان خطريك منهير فلوس لا انت حجب علينا اخوي خد تلاتة جنيه بتوعك هون خضر خضر اوه يا باك امشي امشي مع السلامة تلاتة جنيه تصلحها نفايا يا عالم انا عارفة انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان سباك؟ عيب يا زينة عيب ده ده راجل محترم ده ان اهلي صرفوا عليه ده مقلبه انا معايا سنويا عامة رحت مدارس و جيت من مدارس وبدأت من جدول الدرب وقالب بهته ده فالي استاتيكة والديناميكة ومركز السيقل ودولي لها ما سباك؟ طب خلاص انت بلك نفش ريشك كده تكونش قابل تقريبك الغني؟ ايوه طلبت منه ألتين جنيه ألفين جنيه؟ طب عارق اتفضل بقى ابويا زمانه جاية دلوقتي قولي وجبت الفلوس الحمد لله قالي طلبتهم بس ها حدهم لك امتا؟ مش حدهم لي هما ليه؟ طردني طردك؟ امول انت جاي ليه؟ جاي عشانة تحالة على ابوك كمان مر تحالة على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش نحل الماي لو سمع الكلام الفضل اللي انت بتقوله ده حيمنعنا اشوفك خالص طب اعمل ايه بس انا يا زينة؟ العنب اصيرة واليد قصيرة اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ ها حزبي، اعمل عابيت الدكتور بها؟ خات بقسم الله ليل والدكتور عنده فوق هي دي اول عزبلو ده بصابة تروحة خير يا دكتور؟ الباية في حياته لكن ده، الصحيته كان لاتحسينت كتير دي حاجات بتاع تربينه الله يا حظ ايه، دنيا؟ الباية في حياتكم جميعا يا إخواني الباية في حياتكم ما بقى إلا وجه الله والله ما بقى إلا وجه الله يلا، هنعمل ايه؟ أنا عايز بيبس ايه، دنيا؟ امشي عدل يحتار عدوك فيك امشي زي الجزب في الدنيا لا تتضربوا بالصورة معنا دماغيتكوا في الآخرة ايه، كان أمير كان أمير إن شاء الله تبقى تشوي في مارجوهنة يا غطريفي كان حيخس عليك حاجة لو كنت بديتني ألفين جنيه هفك نفسي بيهم في شقة إن شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مرة أمير، كان أمير يلا، ربنا سمحك، هنعمل ايه؟ امشي زي الجزب في الدنيا لا تتضربوا بالبلغة الأديمة في الآخرة أنا بقولك هو يلا، عملت حصر بالممتلكات وحسبت التلك؟ طبعا، حوالي ستة مليون ونص ستة مليون جنيه ونص حينوب كل واحد مننا كام يا سعب جوادك مش وقت الكلام ده دلوقتي ايه، الدنيا؟ المعزة خزت، صعيكم مشكول الله يرحمك يا بالغطيفي صحيطني ليه يا أبا عبدوان؟ كنت يسيرني نايم علشان أنسى النمان؟ يلا، يلا، انت بان بقول ليه يا أبا عكوان؟ هو المرحوم كان مواصيكم ما توزعوه السجاير حفاظاً على الصحة العامة؟ المعزة خلصة طيب، هو أنت مش هتعشولي؟ يلا بان يلا، امشوا زي الجزب في الدنيا لا تتضربوا على آفاكو في الآخرة ها، خلاص؟ ما بقشك حاج؟ خلاص، كله ممشي طب مني، كل واحد حينوبه كم من الوراث؟ أبرا جمد، أقل واحد فينا حينوبه مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا انت بتحلمي؟ إحنا مش حينوبنا إلا ملالين ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة شارعيين؟ في نظر القانون، إحنا ورثة من بعيد إحنا حواشي، من ضمن عشرات غيرنا من حواشي وكل من هبه ودبه من قريب، حيصاره ويطلبه بالمراس ده غير نصيب الحكومة يعني بعد التصفية، كل واحد مننا حينوبه ملالين لا، ده زرن ستة مليون جنيه، يتيروا مننا؟ يتيروا من قدام عينينا عوانطا؟ مفيش غير حل واحد إيه؟ إن ابنه ما يكونش مات يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات، وشبع موت؟ مات؟ 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 ملحوال دعوان Solutions